يعني يمكن هنا أنا أخالفك الرأي صراحة إحنا التمسنا تدري إحنا افتقدنا إلى هذا القادم المروري فترة من الزمن فترة طويلة من الزمن لكن اليوم أنا حيني المواطن للعلاق الكريم على ثقافة المرورية على التزامة الأغلبية طبعا التزام بحزام الأمان ومن هذا المنبر الشريف طبعا أدعو كل مواطنين الكرام إلى التعامل مع الثقافة المرورية ورجل المرور والكاميرات الذكية على أنها استحداث وتطور وجدة لخدمة المواطن الكريم لا غير جيد جدا الرادار أنت قلت الإشارات أنتوا انتخبتوا أو ترشحون أكثر من تقاطع حتى يتم تأثيثه ويتم العمل به فيما يخص الإشارات الذكية أو الكاميرات الذكية الرادارات أو الخطوط السريعة إحنا عندنا ثلاث خطوط صح؟ نعم السريع والقناة وسريع اليوس فيه هاي رح يتم من خلال تحديد السرعة تحديد السرعة هي هميا بها رادار يعني أي طبع رح يتم أيضا ربط أو تشكيل رادارات جديدة فيما يخص هذه صراحة وزارة الداخلية وعلى رأسهم مع السلوزر الداخلية المحترم يعني عازمين على أن تكون بغداد ما نفلت من قدكم أبدا حالة حالة الدول المتطورة جدا ترجمة نانسي قنقر